معي للحديث حول هذا المقترح أو هذا الاتجاه الذي قرأه علينا الآن وزير التعليم العالي إذن الشروع في مراجعة لبرامج تكوين الأطباء بالإضافة إلى أن البرامج الطبية في الجزائر حسب تصريح سابق لوزير التعليم العالي قال بأنه لم تعرف تغييرا منذ سنة 1971 سنحاول التركيز على بعض النقاط الخاصة بالمناهج التي تدرس في كليات الطب مع الأستاذ المساعد والمختص في أمراض الكيلة السيد أحمد جنان مرحبا بك مرحبا بك طيب سيد جنان هل تعتقد بأن المنهاج الطبي اليوم في الجزائر يحتاج إلى مراجعة إذا ذكرنا أو إذا أخذنا بعين الاعتبار أنه لم يتم تغييره منذ 71 مساء الخير لك وجميع مشاهدي قناة النهار في الحقيقة أنا نفضل كلمة تطوير أفضل من تغيير تطوير المناهج العلمية لتدرس الطب هذا الشيء معمول به في كل دول العالم لأنه ما يخفى لك أنه واحد من أكبر المجالات الطب يعرف تغييرات كثيرة في جميع المجالات لهذا لازم الطالب في كلية الطب يواكب كل التقدمات لكي نرجع للتاريخ وقبل لكي نعرف التطوير في المناهج هو سلسلة من الخطوات متتابعة في المناهج الطبية لكي نصلوا للنقاب معينا نحسن مثلا المرضوط الطبيب الجزائري وكانت من ناحية تاريخية أول من أوصى بهذا التطوير تطوير المناهج كان منظمة الصحة العالمية لعندها أكثر من 30 سنة في مؤتمر دولي كان في الولايات المتحدة أشرفت عليه جامعة واشنطن كانت منظمة الصحة العالمية أوصت جميع كليات العالم بتطوير مناهج التدريس علوم الطب لماذا هذا التطوير؟ لأنه ما يخفى لكش كل بلد عنده خصوصياته وعنده مشاكله الصحية لازم كل كلية تواكب أولا واش صرى من تطويرات علمية النقطة الأولى والنقطة الثانية يجب أن يكون توجه للمشاكل الصحية الحقيقية طيب في رأيك لماذا يتم الآن بالتحديد التوجه نحو تغيير المناهج الخاصة بكلية الطب في الجزائر خصوصا وأنه زادت باع وزير التعليم العالي هذا التصريح بتصريح آخر قال سنتوجه نحو النوع وليس التركيز على الكم فقط العلاف في هذا الوقت بالضبط أنا على علمية حسب ما معلمت كان فيها لجنة أو كانت إليها وزارة تعليم العالي هذا الملف يعني مجموعة من المختصين عندهم أكثر من سنتين وما يتدارسوا ويشوفوا المشاكل الحقيقية والحلول المقترحة ربما يعني ابتداء من الموسم القادم يعني وزير التأسيد ووزير التعليم العالي رح يباشر في هذا التنفيذ هذه الاقتراحات والحاجة الثانية ما يخفى لكش أنه حقيقة من ناحية الكم الجزائر تكون عدد كبير من الأطباء وأكبر دليل أنه أصبحنا من أوائل الدول اللي تصدر الأطباء الخارج والدليل على ذلك يعني تشوف عدد الأطباء الجزائرين اللي تكونوا في الجامعة الجزائرية واللي يشتغلوا في المستشفيات الفرنسية أو المستشفيات الأوروبية من أكبر الأعداد يعني الجزائرين يحتلوا المراتب الأولى حاجة ثانية إذا سمحت لي أكشفت سيد وزير التعليم العالي كان برفقة سيد وزير الضمان الاجتماعي وتكلموا على طبيب العائلة طبيب العائلة هذا المفروض يكون طبيب عام في الدول المتقدمة وعنده دور كبير وربما هذا توجه الدولة الجزائرية وتوجه في المنظومة الصحية أنها يكون تشترط طبيب العائلة علىه لتقليل الوصفات العشوائية تقليل الفحوصات الفوضوية يعني يكون طبيب المعالج يعرف الملف الطبي تعل الشخص وهو اللي يوجه المريض إلى الأخصائي طيب هذه النقطة اللي كنت حابة أن أسألك عليها من تسبقني لها دكتور فيما يتعلق بفطورة الأدوية في الجزائر يقول الوزير حتى وزير العمل لم يختلف معه في ذلك بأن الفطورة فقط كل التصورات وبالتالي أو كل التوقعات يعني بالتالي يجب التوجه أو أخذ بعض الإجراءات التي من خلالها يمكن أطقلي سواء عن المستوى الاقتصادي وحتى صحة الفرد الجزائري أو الإنسان الجزائري طيب هل تعتقد بأن تكوين الطبيب في الجزائر عنده صلة مباشرة بما يحصل؟ والله التكوين أنا نقول السبب الأول هو المنظومة الصحية لأنه المريض لما يتوجه يكون تائه ما كانش اللي يوجهه ما عندوش مصار بين واللاين باركور يفوت للطبيب العائلة طبيب العائلة ممكن إنسان بالقريب يعني يعطيه وصفة ومبعد يتعقد الأمر التاعه هو اللي يوجهه احنا المريض يشوف الطبيب القلب يشوف طبيب المعدة يشوف طبيب الجهاز الهضمي يشوف طبيب المناعة وممكن المشكلة تائه ومشكلة بسيطة يعني لو كان يستشير طبيب ماتسان ريفيرون اللي هو طبيب العائلة رح يكتب له وصفة واحدة ويوجهوا يعني لما القشفاء رح يوجهوا للعنوان والطبيب اللي يزموا وبالشيء هذا رح نوفره العشرات من الوصفات الطبية وبالتالي عد كبير من الأدوية وعد كبير من التحاليل ونوفره كذلك نوفره على المريض الوقت والثمن وثاني الحاجة الثانية ما تنساش كائن ثمن كائن مضاعفات لأن الأدوية ما تنساش الاستهلاك العشوائي للأدوية عنده مضاعفات مضاعفات جانبية اللي رح تضر بالمرض إذن أنا بالنسبة لي على ما أعتقد هو النظام الصحي اللي يجب مرعته على ما أعتقد السلطات تنبهت للشيء هذا ورح تساير المنظومات الصحية اللي عندها ماتسان ريفيران يشوف المريض ومن بعد يوجهو كينن باركور يعني ما صار وينطفر نفس الشيء طيب لما نتكلموا على كلية الطب في الجزائر هل تعتقد بأنه على مستواها فيه مثل ما نسمى وإحنا يعني الشعارات الرنانة تتعلق بالبحث والتطوير دائما خاص بما نتكلموا عن منهج لأنه اليوم ونرى نرايحين نفتحه ورشت لهذا الشيء التطوير البحث في مجال الطب بصفة عامة هل هذا الشيء موجود في كلية الطب في الجزائر والله يعني أنا أتكلم معكم بصفة الباحث نعم بصفة باحث في الميدان يعني في حال كلية الطب من حال الجامعة الجزائرية الجامعة الجزائرية باش نحن نقول لك لما نطالبوا بتطوير المنهج نعم لازم تطوير المنهج تدريس العلوم الطبية لكن يلزم المراقبة والتقييم للأسف الشديد ما كانش تقييم مثلا كلية العلوم الطبية ما عندناش تقييم هل المنهج يعني تريد القول كان من المفروض فتح مثلا ورشات من أجل تقييم يعني كلية الطب اليوم قبل التوجه نحو الطبية بالفعل باش نعرف النقايص الحقيقية والمشاكل الحقيقية لما نقول لك ذوكا الوسيلة الوحيدة لتقييم الجامعة الجزائرية هو الترتيب وما يخفلكش أنه الأسف الشديد هو وزير تعليم العالي في أحدى خرجاته قال بأنه تصنيف الجامعات هذا قالوا بخصوص تعليقه على تصنيف الجامعات اللي دايما تضيل ترتيب قال بأنه مشكلتنا في الباحثين الجزائريين ما يوضعوش بحوثهم ما يسميوش الجامعات اللي قاموا من خلالها بالبحث قاموا فيها بالبحث بالتالي نكونوا دائما غائبين عن تصنيفات ونضيلوا المراتب والله كان أنا نخالفك في القول هذا كان معيار آخر اللي أنا تصفحت موقع النهار أسبوع الفارض 100 ألف باحث جزائري فأسول ما شغير في مجال الطب في جميع المجالات 100 ألف باحث جزائري مقابل للأسف الشديد 38 مجلة متخصصة يعني الباحث أولا تطوير الحاجة الثانية الإنتاج العلمي الإنتاج العلمي لازم يتنشر في المجلات العلمية اللي عندها تصنيف عالمي والأسف الشديد إحنا عندنا إنتاج قليل هذه من ناحية الناحية الثانية هذا الشي لا يمنع أنه عندنا أطباء أكفاء وأكبر دليل كما قلت لك أنه عندنا أكبر عدد من الأطباء الجزائري اللي يتكونوا في الجامعة الجزائرية وكليات طب الجزائرية ورهم يمارسوا كرؤساء مصالح أو كأطباء أكفاء في المستشفيات العالمية الحاجة الثالثة لا ربما المستوى المستوى كليات الطب الجزائرية تقعقر من قبل في السبعينات في الثمانينات كانوا أطباء الدول المجاورة كانوا يقرأوا في الكليات الطب الجزائرية هذا الشي اللي يخلينا ربما نسأله اليوم على أنه دائما نرجع لتصريح لقال وزير تعليم العدي قال بأنه سيكون فيه أجانب لتكوين المؤطرين الذين سيشرفون على عملية الوقوف على تغيير المناهج الخاصة بكليات الطب شوف الأخ نصر الدين هذه الخطوات كامل نثمنها المشكلة اللي نحن عندنا هو التجسيد والتقييم على أرض الواقع نقدر نناديه بشعارات سياسية رنانا رح نغيره لكن نثمنه هذا التغيير لكن التغيير على الفايدة على أرض الواقع الأجانب حجام لي نستفادوا من الخبر التحم بالعكس ستكون إضافة إيجابية لكن التغيير سيكون من الأخصائيين والمختصين الجزائريين لأنه الأجنبي ممكن لا يعرف خصائص الشعب الجزائري خصائص المريض الجزائري لا يعرف المشاكل الصحة العمومية في الجزائر نقدر نستفادوا منهم من الجانب البداغوجي من الجانب العلمي لكن المتطلبات يجب أن يكون تقييم وتقييم شامل والوقوف على تطلعات حتى الطلبة المفروض أنه يكون لازم ننزلوا حتى الطلبة في كلية تطبوشية مشاكلهم مثلا نعطيك في بعض بين أبرز العوائق عندنا في كلية تطبوشية الغوات أنه الطالب في المرحلة الثانوية يدرس شعبة علوم كل شيء باللغة العربية يسجل الطب يتفاجأ أنه جل البرنامج باللغة الفرنسية مشكل وكاين وكاين طلبة للمستوى مستوى العلمي في المواد العلمية لبأس به اللاب أنه كان متصدر في القايمة وسجل في كلية الطب لكن في الجانب المقابل ضعيف في اللغة الفرنسية هذا مشكل يزيد يقدم في المستوى ما عليش وتخرج طبيب وحب يدير تخصص أغلبية البحوث أو مجال البحث باللغة الإنجليزية يعني هنا الطالب المفروض لما يكون في المرحلة الثانوية ويكون عنده توجه للفروع الطبية هنا يجب يكون يأخذ بالاعتبار بأنه ينتقل المرحلة يدير طب ولاسيدرة وجل البرنامج يكون باللغة الفرنسية اللي ستشكل عائق لغوي شكرا لك سيد أحمد جنان أستاذ المساعد ومختص في أمراض الكيل كنت ضيفي شكرا على كل هذه التوضيحات شكرا